السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في سلسلة فروض الدورة الثانية فروض رقم واحد فروض المرحلة الثالثة اليوم إن شاء الله ندير المستوى الثاني متيحان لسنة 2021-2022 مستوى الثاني مادة اللغة العربية بالنسبة للناس الذين يريدون هذا الذي يوجد PDF يتواصلون معي في البريد الإلكتروني هوا تقاول في التحت ظاهر أمامكم تواصلوا معي أنا نصفت لكم إن شاء الله لفيشي بيديف نعم قراءة أنا شامة أعيش في القرية مع أسرتي في قرية طبيعة جميلة وهواء نقي وظهور عطرة وسماؤها زرقاء صافية وتوجد كذلك بالقرب من قريتنا غابة أشجارها باسقة وكثيفة أذهب إليها كل يوم أحد مع أسرتي لأستمتع بزقزقة العصافير وخارير ماء النهر نعم أجيب على الأسئلة من النص أين تعيش الطفلة شامة قلت لنا أنا شامة أعيش في القرية إذن تعيش الطفلة شامة في القرية تعيش شامة في القرية نعم كيف هي طبيعة قريتها؟ قلت لنا في قرية طبيعة جميلة نعم الطبيعة الطبيعة في قريتها جميلة نعم أطرح السؤال المناسب لكل جواب الجواب أشجار الغابة باسقة وكثيفة إذن إلا ما عرفناش نطرح السؤال ممكن تجعل هذه الحيلة هذه أننا إلا قلنا الأشجار للغابة كبيرة وكثيرة شنو السؤال اللي أخبرنا نقوله كيفاش هذه كيفاش رهية كيف كيف هي أشجار الغابة نعم الجواب تذهب شامة إلى الغابة كل يوم إلى الغابة يعني إلى أين أو لين كنقول لين إلى أين تذهب شامة كنديره على ما استفهام كل يوم أحد يرعى على ما استفهام تذهب شامة إلى الغابة لتستمتع إذن الجواب هو لتستمتع إذن نقوله لماذا لماذا تذهب شامة إلى الغابة لماذا تذهب شامة إلى الغابة تذهب شامة إلى الغابة لتستمتع بزقزقة العصافير وخرير ماء النهر نعم أحول الجملة التالية حسب المطلوب كذلك إذا ما عرفناش أننا نحوله أنا أعيش في القرية مع أسرتي خصا نعرفه في نومة رمشيك الكلمات كيتحوله كين الكلمات ما كيتحولوش أنا أعيش في القرية مع أسرتي أنت إذن إليك أن أنا كنعيش أنت تعيش في القرية في القرية ما كنتحولش كنعيش في القرية مع أسرتي مع أسرتي أنا مع أسرتيك أنت نعم أنت تعيش في القرية مع أسرتيك أنتما تعيشان في القرية مع أسرتيكما أنتما تعيشان في القرية مع أسرتكما نحن نعيش في القرية مع أسرتكما نعم هما يعيشان في القرية مع أسرتكما نعم أكمل شبكة مفردات القرية نشبدوهم من نص كن القرية في هذا الجبال نعم كن خارير وماء النهر إذن كن النهر نعم كن غابة وكن أشجار كن ظهور كذارف نعم إذن ندير الظهور نعم ألون الكلمة ومعناها بنفس اللون نعم الخارير قلنا خارير ماء النهر نعم إذن خارير هو صوت الماء الخارير هو صوت الماء نعم خارير هو صوت الماء باسقة نحن نقول أشجار باسقة يعني طويلة نعم كثيفة هي كثيرة العادة نعم بالنسبة للخط أنا شامة أعيش في القرية مع أسرتي في قريتي طبيعة جميلة وهواء نقي ظهورها عطرة وسماؤها زرقاء صافية نعم إذن نكتب هذه الجملة بخط جميل وواضح طيلا ما كان جميل بدأ يكون غير واضح نعم بالنسبة للإملاء أكمل بالتاء المناسبة تاء مربوطة متصلة أو تاء مربوطة غير متصلة أو حرف تاء مبسوطة نعم ديما القائدة اللي كنديرو هي كنديرو الكلمة مثلا زورتو يا كنديرو لسو كون لكتا كتولي زورت إلى نطقات ت فهي مبسوطة نطقناها ت زورتو زورت يعني إذا درنا لها السوكون هناك كتولي ت يعني مبسوطة ويلات نطقات بحرف اله فهي مربوطة واشتريت 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 يعني مبسوطة واشتريت فيه قصة قصة يعني مربوطة هنا قصة غير كنشوفوكي واش كننطقوها أما الشكل لنشكلها كما عدنا في النص قصة مصورة 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 نعم قصة مصورة ولعبة لعبة كنقول لعبة يعني تارها مربوطة ولعبة مسلية كنقول مسلية مسلية هنا ربوطة كذلك نعم أكمل بالهمزة المناسبة واش فوق الياء على السطر أو فوق الياء هنا آخر الكلمة وهنا وسط الكلمة أو فوق الآلف قرأة لقبل منها راها منصوبة إذن نعمل يوسف قراءة قراءة نعمل فوق السطر قراءة هنا هنا ستكون فوق الآلف لأن الآلف منصوبة ولكن لأنها مسبوقة بالسكون لا نريد ساكنين لا نريد آلف آخر رائعة رائعة الآلف لها الكسرة نريد فوق الياء إنه القارئ الصغير فوق الياء نعم بنسبة الإملاء فهنا يكون نص من اختيار الأستاذ جمال من اختيار الأستاذ نعم بنسبة التعبير الكتابي ألاحظ الصور وأكمل العبارات الآتية بما يناسب يقطع قدر نسميه نجار أو العامل يقطع العامل الأشجار في الصورة ينظم الشرطي المرورة أو السيرة مرورة نعم من في الصورة الطبيب يفحص الطبيب المريضة المريضة نعم ألاحظ الصورة وأعبر عن المشهد في فقرة نعم إذن هنا المشهد فيه شلال فيه العصافر فيه أشجار الناخيل فيه صخر نعم إذن قدر نقول إنه منظر الشلال حيث خرير المياه خرير المياه كيف ما شفنا فهو صوت الماء خرير المياه العذبة وزقزقة العصافير زقزقة العصافير هي الصوت العصافير الزقزقة هي الصوت العصافير والأشجار الباسقة أشجار الباسقة هنا الأشجار طويلة والجبال الصخرية العالية هذا وقارب يطفو فوق وقارب وقارب يطفو فوق الماء وقارب يطفو فوق الماء هذا إنه منظر خلاب إنه منظر خلاب يعني منظر جميل بزاف إذن إلى هنا آتي إلى نهاية هذا الفيديو أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر